يبدو أن الأمور في العراق تسير إلى منزلق خطير يسعى المخططون له لحرب تأتي على كل العملية الديمقراطية وضرب البلاد من شمالها إلى جنوبها وقد ترجم ذلك بالحريق الذي نشب في مخازن الصناديق الانتخابية مشكلا ضربة لقرار البرلمان بإعادة فرز الأصوات وعدها يدويا وبحسب جميع السياسيين فإن الحريق متعمد وجريمة مخطط لها لإخفاء التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته أما السيد مقتضى الصدر فقد وجه رسالة للعراقيين بعد الحريق قال فيها إن العراق في خطر وإن الأعداء تتكالب عليه من كل حدب وصوب فيما تتعالى من ناحية أخرى الأصوات المطالبة بإعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها وتلاعب بنتائجها وتزيف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وعلى الرغم من سيل الاتهامات التي يكيلها السياسيون العراقيون للمفوضية خرج مجلس المفوضين عن صمته ببيان قال فيه إن الحريقة لن يؤثر على نتائج الانتخابات لأن المفوضية لديها نسخة احتياطية للرقائق الخاصة بالنتائج إضافة إلى أن أوراق الاقتراع موجودة في الصناديق مما يؤكد حرص المفوضية على أصوات العراقيين وبحسب متابعين فإن الحريقة أتى على أوراق اقتراع كثيرة لا تخص جانب الرصافة فقط بل محافظات أخرى وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على عمليات العد والفرز اليدوي المشهد العراقي أصبح أكثر قتامة من ذي قبل فهناك أياد خفيات تلعب بمصير العراقيين تقف خلفها جهات سياسية وربما دول ليس من صالحها استقرار العراق